اشتركوا في القناة الحراك الثقافي والمعرفي في مملكة البحرين يزخر بالفعاليات والأنشطة والبرامج النوعية المختلفة التي تعزز الوعي بأهمية القراءة والاطلاع على العلوم المختلفة حيث جاء معرض المكتبات المحلية الثاني للكتاب الذي تقيمه مؤسسة الأيام للطباعة والنشر للتأكيد على هذه القيم الوطنية الثقافية المميزة سعيد أولا بهذا المعرض وسعيد بهذا الحشد الرائع اللي جاي اليوم يحضر وهذا يدل على أن الكتاب لا زال يعني لمكانه في نفوسنا جميعا ونفوس البحرينيين وإحنا لازم نعزز هذه الثقافة نعزز هذه الثقافة بإقامة معارض متنوعة للكتاب كانت البحرين تزخر بهذه المعارض ونرجو أن تعود من جديد على أساس نعلم هذا الجيل أولادنا وأحبادنا شلون كانوا يقرؤون فالقراءة في الكتاب الحقيقة ثقافة كبيرة معارض أعتقد دي اليوم الأول الافتتاح يحظى عدد كبير من الزوار وهذا دليل واضح لأن هناك أهمية للكتاب في البحرين عند مختلف الأجيال اليوم من الناس الموجودين من مختلف الأجيال وأعتقد أن هذه ظاهرة ظاهرة ثقافية تحتاج إلى مزيد من التشجيع والنعم والمساندة وأعتقد أن الأيام ومؤسسات الأيام تحديدا من المؤسسات التي تهتم بهذا الجانب ومعارض الأيام دائما تحظى باهتمام ومتابعة من قبل الشارع في البحرين خاصة من محبي الكتب والثقافة والجديد في عالم الثقافة زوار وحضور المعرض أشاد بحسن تنظيم وإدارة هذا المعرض لما له من دور كبير في تعزيز الوعي والثقافة لدى الأجيال القادمة وإيضا لما اجتمل عليه من تنوع كبير ومشاركة نوعية من مختلف المكتبات المحلية ولما حضي به من زيارة العديد من طلاب المدارس والوفود والمشاركات الواسعة من المثقفين والأدباء نحن بصراحة تقييمنا نحن دخولنا اليوم في هذا المعرض عطاننا نوع من السعادة لأن الكتاب أصبح لقيمته في المرحلة الحالية قيمته الاجتماعية نحن كنا الجيل اللي كان أساسا يرتكز مع الكتاب كنا نلهم القراءة وكنا نشتري الكتب في سبيل أن نحن نبني ثقافتنا حاليا هذا الجيل ابتعد عن هذه الثقافة من بعد تغيرات اللي صارت من بعد كورونا أصبحت معارض محلية وهذه التنظيم تقريباً يعتبر الثالث أو الرابع لمكتبات المحلية من باب طبعاً إتاحة المجال لدور النشر المحلية والمكتبات على أساس أنها تكون عندها فرص تعرض كتبها ولازال هناك شريحة كبيرة من الشباب يعني لا شك تستهوي قراءة الكتب معارض الكتاب والثقافة في مملكة البحرين شهدت على مر السنين أقبالاً كبيراً ومشاركةً واسعة واهتماماً أوسع في تنظيمها واستضافة العديد من دور النشر والمكتبات المتنوعة والتي اختصت في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والكتب الموجهة لمختلف الفئات العمرية والمستويات الثقافية لتحقيق مبدأ ثقافي شامل يستفيد منه الجميع ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة